السلام عليكم اعزائي الترحمة. مرحبا بكم. وهذا الفيديو سيكون خاص بالتسجيل الاولي. اللي عنده شي اخ ولا اخت. بغي يسجله في تحت دارة كما نقوله ولا فروض. اول خطوة هي ان انا اتبعوا معي اللي اخ لكم. سنبدأوا الشرح. اول حاجة هي انك تمشي الموقع الوزارة اللي هو main.gov.ma كما تلاحظو فوق الشاشة. كنكليكيو عليه. كما تلاحظو على اللي صار الفوق كما ما صار خدمة التسجيل الاولي. كنكليكيو عليها بحلقة. كنمشيو منها بطول تحت التسجيل الاولي بمنظومة ما صار. مزيان. كتطلع لكم هاد الاباج هادي. غادي نبدي ونملؤوا المعلومات. كل معلومة. كل معلومة. على حيدة. مثلا احنا ناخدوك كمثال الاكاديمية. الاكاديمية هي جهة اللي كتنتمي لها. نختاره مثلا جهة. الشرق. النيابة مثلا بركان. اه قرسيف جرادة. المهم نختاره مثلا بركان. الجماعة. نختاره مثلا جماعة احفير مثلا ولا سيد سليمان ولا نختاره مثلا الاعتاملة. غادي تختار لتحت النوع التعليمي. فين بغي تدفع العمومي او الخصوصي او الخصوصي او الخصوصي او الخصوصي او الخصوصي. اذا نختاره عمومي. فين بغي تسجيل والدك. كيف تسجيل السنة او رود او سنة او رود او سنة ثانية رود. او الاول ابتداء يعني التحذير. انا ناخده مثلا. المؤسسة. المؤسسة ترجع لك انت بالضبط يعني ما نهي بالضبط. اللي قريبها. اللي انت بغي في ولدك او البنت ديلك. تقرأ فيها. خطوص مزيان نختاره مثلا البساتين. مثلا. حتى الآن احنا سلينا منطلب. ده ما غادي نحاولو ندخلو لمعلومات الشخصية. من بأن هذه المعلومات كان معلومات شخصية التلميد كما كانت لاحظو هنا في الكاز اللي اولا. معلومات الحالة المدنية التلميد. هنا المعلومات اللي كاينين في الحالة المدنية. معلومات اباء واولياء التلميد. مزيان. سوف نقوم بأول كاز اللي هي معلومات شخصية للتلميذ مزيان معلومات بسيطة نساب الاسم كائن باللغة العربية واللغة الفرنسية لا ننسوش نديره واش داكار وانتا إذا كانت عندنا صورة دياله نديره نكليكيه هنا لكاز للصورة نديره تحميل الصورة مزيان نكون وسائلين هنا سوف ننشر لكاز تانية اللي هي معلومات الحالة المدنية المعلومات اللي كائنة على ذاك التلميذ اللي في الحالة المدنية اول حاجة هي رسم الولاد ستلقاه تماكن 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 واحد الرقم ديال مية وتسعة واربعين ولا مية وتسعة واربعين واحد الرقم اسمه رسم الحالة المدنية مزيان ومن بعد ستصور هذا الصفحة ديال الحالة المدنية ونقر هنا لإدخال هذا الصور ونقر هنا وتعطينا الصور وتعطينا تاريخ الازدياد مدينة كان سبعة في شهر عشرة ألفين وخمسة أو لا ألفين وخمستاش هنا سنة الميلادين عاودوا ألفين وخمستاش مكان الازدياد فينزايد مثلا بركان نفس الشيء نظر بالنسبة لهجري ونقر هنا في الحالة المدنية سنة الهجرية أب دياله وشكون جده الأم دياله شكون جده يعني بين البين هنا سنسألنا المرحلة التانية قد نانع مرحلة أخيرة ولي هي معلومات شكون هو اللي غادي تكفل بهذا الولده إلا كانت أب غادي نقلق وأب إلا كانت أم أم صافي مزيان دونك غادي نديرو مثلا أب ولا أم الى اختارنا أم غادي نكونوا غادي نعمروا المعلومات على الأم الى اختارنا أب غادي نعمروا المعلومات التي قد تعلق رقم البطاقة الوطنية اكتبوها الى كانت مينيسكي الى كانت لا يتوفر كتبوها لا يتوفر على رقم البطاقة الوطنية كانت دخلت صورة الوجه الامامية الهنايا وكانت دخلت صورة الزوجة ديلا كارت ناسيونال عند الظهر ديالها مزيان كنعودو دوك المعلومات اللي كانين في لكارت ناسيونال نعودو لهم كاملين هنا ايا تقريبا ونزيدو البريد الالكتروني اللي هو ضروري والهاتف ورقم بطاقة تعريف الوطنية انا انا ما يحتاجوهاش هون كيكفي انا نعمر اغينا لحقش اطلع لكم غينا يا مزيان غادي ندير اغي الاب غادي نختار اغي الاب ثون غادي اطلع لكم غي لكاز ديال الاب ومين نكملو غادي نديرو حفظ الطلب مين غادي نكليكيو حفظ الطلب غادي تخرج لنا واحدة هنا يا طباعة غادي نطبعو ديك ال 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 اللي اللي غادي تخرج لنا ونحتافظو به ولكن بشرط قبل ما تسجل دير جو نسوي با انغوبة يعني انتا ماشي روبة يعني هات المعلومات كيدخلهم واحد الشخص ونديرو حفظ الطلب ونتمنع انا نكون فتكم وتبارك الله لكم ودومتم وفي القناة وهو مرحبا بكم في اي وقت نتمنى ونستفدو جميعا شاو